اشتركوا في القناة من لحظات الأولى شملني شعور بأنني في مدينة كبيرة يزوب فيها الفرد فلا يهتم به أحد ترام أمام الفندق ميدانان واسعان مستديران تقوم على محطيهما العمائر والحوانيت تتوسط نهايتهما قنطرة تعلو نهرا وتفضي إلى ميدان صغير تتفرع منه شوائع كبيرة لا ترى لها نهاية تحف بجوانبها العمارات والأشجار إذن هذا النص فيه أسماء مسطر اللحظات مدينة الفرد الفندق ميدانان محطيهما قنطرة ميدان شوائع عمارات وأشجار هذه نشيتم الكلمات أو هذه الأسماء وضعناها في جدول حسب يعني العدد لدينا العدد واحد اثنين وثلاثة فأكثر فإذن سنرى إذن هذه نشيتم الأسماء ماذا يعني ما هو عددها وما هو العدد الذي توافقه مثلا اللحظات إذن تتفق مع العدد الثلاثة كما رأينا مدينة مع العدد واحد لأنها مدينة واحدة الفرد إذن مع العدد واحد الفندق مع العدد واحد ميدانان مع العدد الثنين وإذن محطيهما كذلك العدد الثنين العمائر العدد الثلاثة فما فوق الحوانيت العدد الثلاثة فما فوق إذن قنطرة العدد واحد شوارع العدد الثلاثة فما فوق عمارات العدد الثلاثة فما فوق وأشجار العدد الثلاثة فما فوق إذن هنا هذا الأسماء إذن كما رأينا في الدرس السابق إذن تقسم حسب الجنس إلى مؤنث ومذكر وهي تقسم إذن بحسب العدد إلى واحد اثنين ثلاثة يعني إلى مفرد ومثنى وجمع هذا إذن هو تقسيم إذن الأسماء فإذن نقول هنا في القاعدة تنقسم إذن الأسماء قاعدة إذن تنقسم الأسماء من حيث العدد إلى مفرد ومثنى وجمع مفرد ومثنى وجمع سنتبين الآن نوعي الجمع نوعي الجمع لدينا إذن الجمع جمع السالم إذن كما سنرى وإذن جمع السالم يعني تعلمتموه في الابتداء وفي إذن السنوات السابقة جمع التكسير هو الدرس الجديد أو هو درسنا يعني ومحط اهتمامنا من خلال هذه الجمل إذن الموسيرون أكثر عددا من الفقراء الموسيرون إذن جمع موسير ونلاحظ إذن أن كلمة موسر هذه المفرد وضيف إليها الوا والنون إذن لتصبح جمع مذكر سالم إذن كما نرى هنا جمع إذن مذكر سالم أصبحت إذن جمع مذكر سالم معيد الورقة إلى مكانها كان أهل المدينة أحسن درجات من فقراء الجيزة درجات إذن جمع درجة مؤنث يعني كلمة درجة مؤنث وهي مفرد إذن أضفنا إليها الألف والتالي تصبح جمع وهذا الجمع يسمى جمع مؤنث سالم أهل المدينة مريحون مستبشرون إذن مريحون جمع مريحون مستبشرون مستبشرون جمع مستبشرون وكلاهما جمع إذن مذكر سالم منذ اللحظات الأولى شعرت بالغربة اللحظات إذن كما رأينا هنا جمع لحظة جمع مؤنث سالم إذن اللحظة مع ألف ووتالتال تقوم هذا بالنسبة إذن للجمع الأول الذي رأينا أنه يعني له قاعدة إذن ثابتة وهي أننا إذا أردنا أن نجمع الإسم المذكر إذن نضيف له الوا والنون في حالة الرفع ونضيف له الياء الساكين والنون في حالة النصب والكسري إذن جاء الفلاحون رأيت الفلاحين التقيت بالفلاحين فهذه إذن هي القاعدة بالنسبة إذن للمؤنث نضيف له الألف والتال كراسة كراسات معلمة معلمات وفلاحة وفلاحات وهكذا نمر الآن لنتعرف على نشط الجمع الثاني نوع الثاني من الجمع وهو جمع التكسير تقوم على محيط الميدان العمائر والحوانيت العمائر إذن جمع عمارة والحوانيت جمع حانوت إذن عمائر على وزن فعائل وحوانيت على وزن فوعيل تتفرع من الميدان شوارع كبيرة شوارع إذن على وزن فوعيل وهي مفرد شارع تحف بجوانب الشوارع العمائر والأجار جوانب على وزن فوعيل إذن مفردها جانب وعمائر إذن على وزن فعائل مفردها عمارة والأجار أفعال مفردها الشجر هذه صفوف من البيوت والقصور صفوف على وزن فعول مفردها صف بيوت إذن على وزن فعول كذلك مفردها بيت وقصور على وزن فعول مفردها قصر إذن هنا بالنسبة للقاعدة الثانية وهي ينقسم الجمع إلى جمع سالم مذكر كان أو مؤنث وإذن جمع تكسير كما نرى هنا إذن ينقسم الجمع إلى جمع سالم مذكر ومؤنث وجمع تكسير إذن كما قلنا كيف يساغ الجمع السالم إذن؟ كيف يساغ الجمع السالم؟ سنرى هنا القاعدة إذن يساغ الجمع السالم بزيادة علامة خاصة إلى آخر صيغة الإسم المفرد المذكر كما قلت منذ حين إذن نضيف الواو والنون أو اليا الساكنة والنون في حالة يعني كما قلنا النصب أو الكسر بالنسبة المؤنث نضيفه الألف والتاء إذن يساغ أما بالنسبة لجمع التكسير يساغ جمع التكسير إذن بيجعل الإسم على صيرة معينة نختلف وزنها عن وزن صيرة المفرد ولجمع التكسير أوزان عديدة تعرف بالسماع وهنا نسخت لكم الورقة أو الصفحة التي توجد فيها يعني انشتهم هذه الأوزان إذن يمكن أن تعودوا إليها يعني في الكتاب صفحة 155 أنا إذن نسختها لتروها هنا إذن الجمع السالم استخدم مالي كل جمع السالم وعين نوعه إذن هنا لدينا إذن جمع السالم مجاهدين والاشتباكات ولدينا رائحون والغادون والذكريات جمع التكسير لدينا إذن السنون والعصور والمراكب ولدينا إذن مجاديف وحبال وشباك وقصيا ولدينا الصخور وقثبان والبحارة والأسماك ثم الآن لدينا هذا الجدول إذن هذا الجدول تعودون إليه كما قلت في صفحة 155 من الكتاب إذن هذه الصفحة إذن تجدون فيها إذن هذا الجدول إذن وتحاولون يعني الاطلاع عليه وحفظ إذن ما أمكن من هذه الأوزان إذن وزن جمع التكسير مثلا أفعلة ويعطيك المثال أتربة والمفرد منه تراب ثم أفعول أرجل رجل إذن فعلة صبية صبي أفعال أترب ترب فعل حمر أحمر حمراء فعل عمود جدد إذن مفردها عمود وجديد فعل غرف مفردها غرفة وفعل بداع مفردها بدعة فعلة رمات إذن مفردها رام وفعلة بررة أو كتبة برر وكاتب وهكذا إذن فعلة جرحا حمقا جريح وأحمق فعلة عفوا ديببة وقردة دب وقرد وفعل نوم نائم هذا بالنسبة للصفحة الأولى الصفحة الثانية إذن تجدون كذلك صفحة 156 من الكتاب تعودون إلى الكتاب تجدون فيه هذه الصفحة تجدونها إذن هنا صفحة 56 إذن هذه الصفحة إذن الصفحة تجدون هنا فانتعودون إلى هذه الجدل إذن وتحاولون كما قلت أن تحفظوا يعني بعضا أو جل أو ما تستطيعون حفظه يعني من هذه الأوزان أمامكم إذن فعال قراء إلى آخر هذه الأوزان إذن تقرؤونها وتحفظونها تعودون إليها في الكتاب صفحة 156 أقول إذن صفحة 156 تجدون تحفظون يعني ما تستطيعون حفظه منها ثم لدينا إذن هنا يستخدم جمع تكسير وعين أوزانها إذن هنا البلابل كما سنرى وإذن سنقوم بهذا التطبيق فيما بعد ثم الخلاصة الجمع نوعاني جمع سالم وجمع تكسير إذن جمع سالم وجمع تكسير إلى آخر الخلاصة التي تجدونها دائما في صفحة كما قلت 156 نمر الآن إلى التطبيقات نمر الآن إلى التطبيقات إذن التطبيقات التطبيقات سطر فيما يلي جمع تكسير وعين أوزانها والمفردة منها البلابل الشحارير العصافير ساقر النص إذن البلابل والشحارير والعصافير قد رحلت إلى الجنوب ولم يبق بين الطلول الجرداء سوى غربان سوداء تتساعد ناعية من بين القضبان العارية الأغصان ترتجف متأففة وأوجه البحيرات تتجمد جزعا والسخور تكاد تحبط من أمام السيول والأمطار وكل ما في الأرض يرتعيد من غضب العواصف من غضب ارتعاد العبيد المذنبين أمام الملوك القساتي قد مات الصيف الجميل ليحيى الخريف الكائب إذن هذه نشدتم الكلمات والأسماء المسطرة إذن البلابل الشحارير العصافير والطلول غربان قضبان أغصان سخور سيول أمطار عواصف عبيد ملوك قسات إذن هذه وضعناها هنا في جدول أمامكم إذن جدول بلابل إذن على وزن فعال البلبل الشحارير فعالي الشحرور الطلول فعول طل غربان إذن فعلان غراب قضبان فعلان قضيب أغصان أفعال غصن سخور إذن فعول سخر عبيد فعيل إذن عبد عواصف فوعل عاصف وملوك فعول نوصل إذن مع التطبيق الثاني إذن صر من الأسماء التالية جمع التكسيري أو جمع السلامة المناسب إذن هنا لدينا الجدول الواد الأول إذن يجتمل على الأسماء في صيغة المفرد ثم الواد الثاني جمع السلامة يعني وفيه الصيغة فيه واد للصيغة أو واد للوزن وجمع التكسير فيه واد للصيغة والوزن نبدأ إذن صورة إذن صورة هذه الكلمة وهذا الاسم لا يمكن أن يجمع جمع السلامة فنجمع جمع تكسير صور على وزن فعال مسافر يجمع جمع السلامة مسافرون مفاعلون راقصة راقصات وفاعلة جمع السلامة بطل جمع تكسير أبطال على وزن أفعال قاض وزن تكسير قضاة إذن وعلى وزن إذن فعالة بخيل جمع تكسير بخالة على وزن فعالة لاعب جمع سلامة لاعبون فاعلون وإذن طبيبة جمع سلامة لا طبيبة جمع سلامة طبيبات على وزن فعالات الكبرى إذن جمع سلامة الكبريات إذن على وزن فعالات ثم لدينا ذئب إذن هذا جمع تكسير هنا ذئاب على وزن فعال قرد قردة على وزن فعلة عالم كذلك جمع تكسير أعلام على وزن أفعال فارس جمع تكسير كذلك فرسان إذن فعلان قادم جمع سلام قادمون فاعلون ومحجوبة جمع سلام محجوبات مفعولات صحيفة إذن جمع تكسير صحف فعل ثور جمع إذن تكسير ثيران فعلان وهذا بالنسبة للجدول إذن تتبينوا إذن ربما كيفية سياغة جمع السلامة أو جمع التكسير هذا بالنسبة لدرسنا نلتقي في درس اللاحق نجاء الله والسلام عليكم ورحمة الله